السلام عليكم ورحمة الله عيد مبارك سعيد دخلوا عليكم ربي بصحة والسلامة وباشمت مني تو يا ربي كل واحد باشمت مننا اليوم قد نشارك معاكم واحد الوصفات قريدية احتاهية من الوصفات ديال عيد الاضحى فكما كنتشوفوا عندي هناك قطعات ديال لحم اللي كان قطعهم يعني من طلوع ومن جنب دلي حولي مبوسويت يعني قاعدوا كطريفات دلي الحم اللي كان قطعهم هنا وكان ناخده معاهم نطلعه وطريفات ديال لحم يعني كانت حاولي تاخد طريفات دليال لحم على هذا القياس كان قطعوهم المهم الوصفات ديالنا اليوم هي واحد الوصفة اللي هي تقليدية مية في المية كيف ما كان عارفو يعني الناس ديال الزمان كانوا كي حاولوا يصبروا الحم يعني اطول ممكن اطول مدة ممكنة يعني الحم دلعيد فهنا يكندروا المقيلة هي كتجيب حل الخليع ولكن الخليع كيتدرب الحم اللي مي بساف حل قديد وهذه عنا الحم عادية فعندي هنا يجوز زلايف ديال الشحمة وغادي ندير نفس القياس ديال الشحمة ديال زيت الزيتون يعني زوج لايف ديال الشحمة غادي ندير فيهم زوج زلايف ديال زيت الزيتون ولقامة ديال ها يعني غادي نشارك معكم دابا تشوفوا هنا يعندي معلقة ونص غادي ندير معلقة ونص ديال القصبر بلدي ولها القصبر عيد كبير وغادي نديروا معها اه معلقة ديال كامون يعني كاذل على معلقة كبيرة وغادي ندير نفس القياس يعني ثلاثة ديال معلقة كبار ديال التومة والملحة اللي اسبق لي وريتها لكم اللي كنديروا فيها يعني واحد كمية ديال التومة مع الملحة وكننخلطوها باش كنخدمو بهذا المسائل اللي العيد كبير فهدي هي الوصفة يعني هي خصوة تكون شوية ملحة يعني كنتم ما كتعرفوا هذا المسائل كتبغي تكون شوية ملحة فهنا غادي ندير اول حاجة غادي نشرمل هاد اللحم غادي نجيب شبانيو فحال هكا كيما كتشوفو وغادي ندير له اللقامة ديالو اللي قولنا هي القصبر قصبر يابس فهذا كمية ديال الحم يعني كتقدر تزيدي ولا تنقصي فاحنا هي كنديرو واحد شوية لان كل حاجة كنديرو منها واحد شوية يعني باش كيبقى ديك الماضاق ديال العيد كبير وصافي كما كتعرفوا هذا المسائل التقليدية يعني عندها واحد نكهة واحد هذا ديالها خاص فهو بنفس الماضاق قريبا ديال الخليع وكنديرو في الفطور كان في طربي مع البيض ولا كانديرو فرغيفات ولا في مسائل في حالكة فكنطيبو يعني كل عام كنديرو منه واحد شوية وقلت نشارك معكم بطريقة فهنا يدرت معلقة ونص كبيرة ديال اقصبر وزيت مع معلقة كبيرة ديال الكامون وثلاثة معلقة ديال الملحة وثومة وغاد نخلطاقهم زيان بيدي وفوحة طنجرة غاد ناخد الزيت والشحمة ومالولين كندوبوهم وغاد نطيحو فيهم هاد الحم شوية بشوية فهنايا في طنجرة كندير شحمة والزيت يعني جوز ليف ديالشحمة وجوز ليف ديالزيت وقاعدة هي ان يكون قد زيت قد شحمة يعني نفس الكمية اللي غاد ديري الحم تكون كثيرة ولا قليلة ولا المهم داتي ثلاثة زليف شحمة غاد ديري ثلاثة زيت دارتي جوج غاد ديري جوج مهم كيكون قد شحمة قد زيت والعطرية هي راي مكلي تزيدي ولا تنقصي يعني حسب الكمية اللي كديري فمسألة بسيطة وقد عطينا واحد نتيجة زوينة فواحد المقيلة اللي كتكون عنا في الدار يعني كسبق عنا واحد مدة طويلة كنفطرو بها بحال شغول ديال الخليع وكما كان عارفو ان الخليع كيتدار باللحم اللي كتكون ميبسا ومهم كيتصاب تواب بطريقة دياله اللي كيجي زوين يعني من فطور مغريبي اللي معروف عنا قديم هو الخليع والمقيلة يعني واحد الحاجة اللي كان وجدوها باللحم مشيد الخليع مشيد ديال القديد الحم هاكل الحم عادية وكنقدرو ونصبروها وكتبقى معنا مدة طويلة وفي نفس الوقت عندها واحد المقضاق اللي يعني واحد انك هادية اللي خاصة وكتكون شهيوة يعني شهيوة من شهيوة ديال عيد الأضحى وحنا كنديروها وكنشاركة معكم فهنا يدرنا جوز ليفات ديال الشحمة وجوز ليفات ديال زيت الزيتون وغادي ندوه مزيان كنجيب شي حاجة كندقن معك بها ديال الشحمة مع الزيت وغادي نبدأ ونضخله في هذا الشحمة والزيت شوية بشوية كنضيف له واحد الكويس ديال الماء صغير وكتبغي طياب يعني خصاة طيب واحد مدة طويلة يعني يعني نقول لكم بني تقدر تمشي ساعتين دلتات سوايع ديال الطياب المهم حتى يطيبوا ديال الحم وكنجيبو شي مهم شي حاجة فاش كنقسموها وكنخبعوها في طلاجة ولا في الكنجيلاتور وكنبقا ونستعملوها في فطور ديال فالكويس ديال الماء قد داكك اللي يضفتو لها وغادي نبدأ ندخل في هال الحم دابا كتزيدي شوية بشوية بحلكة غادي ندخلو هاد الحم كام في هاد الزيت وشحمة وهي كتطيب فوق العافية والعافية دبرة مجهدة وغادي نبقا وقفين معها بالتحرك يعني ما خصكش تغفلي عليها لانه تقدر تلسق والتحرك ولا تحركات وطلعت فيها ريحة الحراق غادي بشي كل شي فمن المسائل اللي خصنا مني نبدأوا فيها نبقا وقفين عليها بها الطريقة غادي ندير الحم كامل هنا في هالطنجرة ونخلي عليه كي طيب وانا وقف عليه ساعة ساعة كنحرك ووريتكم زيت واحد الكويس ديال الماء صغير كي صغير وردي الماء لانهي بقي كتطلق لنا هاد الحم كتطلق الماء وغادي تبدأت طيبها حتى كتبدأ كتحسي بها كتقلة يعني ما كيبقاش فيها الماء كتبدأت تقطق في حال مقلات ديال القلي ديال الساعة كنعرفوا بانها طابت فهدي هي الطريقة اللي كان اعتمدوها ونخص دائما يكون الزيت طالع فوق لوجه ديالها ما تبقاش لحمها كامل فوق يعني دائما تحاولي تفعيل الحم داخل والزيت تكون على وجهها باش كتطيب مزيان هنا يبعد مداز ساعتين ديال الطياب فبقي اخصى شوية هيا كنقلبها دائما من تحت ديالها ما نخليهاش تلسق كتبقي وقفة معها وفي متقلبها تعاودي تدفعيل الحم من داخل وتخلي الزيت وشح ما تطلع على الوجه ديالها يعني تكون هكا كتطيب وكان غطيتها في الول واحد خمسة ديال دقايق يعني غير واحد خمسة ديال دقايق عشر دقايق ما كاملاش وكتعري يعني اخطيب ديالها كامل كتكون في حلقة عريانة ما كان منولاش الغلاقة حلقة كتكون عريانة واحنا وقفين عليها ساعة ساعة كنحركوه فواحد المقيلة اللي كتجي الديدة يعني من الوصفة القدام اللي كانوا كيدرون من الناس ديال الزمان كما قلنا كانوا كي حاولوا يحتفظوا بالحمد يلعيد وهذا واحد مدة طويلة لما كانوش كيتوفروا على مسائل يلدابات اللاجا واتش وكانوا كي حاولوا يخليوا الحمد واحد مدة طويلة ودبحنا كنديروهم غشهيوات يعني الحمدلله دبا كل شي متوفر ولكن كتب قلبنا ديالها شي حاجة خاصة فبحت طريقة هذي كان ديروهم فطويصات وكان خبعوهم وكانتمنى تعجبكم طريقة وتجربوها وترضو علي الخبار وعيد مبارك سعيد ويدخلو عليكم ربي وصحة وسلامة وغادي نحاول نشارك معكم الوصفات ديالي